أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْفِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوَعَدُونَ إِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استفعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولن يروا أننا خلقنا لهم مما ملت أيدينا أن آمن فهم لها مالكون أولن يروا أننا خلقنا لهم مما ملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحجنك قولهم إنا نعلم ما يسررون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي قلقه قال من يحيي الغظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم